في واقع لا يتحمل الصمت أو التغاضي تعود المنظمات الدولية والمحلية للحديث عن مأساة حرب لم توقفها أي ضغوطات ولم يتمكن اللاعبون السياسيون من تجاوزها أو على الأقل التخفيف من نتائجها الكارثية ففي بلدين يموت فيه الأطفال بشكل يومي وتنتشر فيه الأوبئة بسرعة جنونية وتنعدم بداخله جميع الخدمات لا يبقى أمام المواطنين غير انتظار المصير القادم منظمة سام للحقوق والحريات رصدت 716 حالة انتهاك شملت القتل خارج نطاق القانون والاعتداء على الحريات ومصادرة الممتلكات والتهجير القصري بالإضافة إلى التعذيب المنظمة التي قدمت تفاصيل ومعلومات وأرقام للانتهاكات تحدثت في تقريرها أن ميليشي الحوثي والمخلوع ارتكبت 541 حالة انتهاك من مجموعة الانتهاكات المرصودة فيما ارتكب طيران التحالف 111 حالة انتهاك المنظمة أضافت أن الآلاف من المواطنين في اليمن ما زالوا محتجزين في سجون ميليشي الحوثي وقوات صالح ولا يزال المئات أيضا في سجون قوات الحزام الأمني في حرب لا تحمل محددات نهاية تبقى الانتهاكات إذن هي الثابت الوحيد في جميع فصولها وبين كل هذا قد تتمكن التقارير من تقديم المقاربات لكنها في المقابل لا تعكس الصورة الكاملة لما يحدث على الأرض اشتركوا في القناة